طلاب يمنيون محاصرون بسكن المعالي في منطقة شمبات بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم نداء استغاثة لإنقاذهم وإجلائهم بعد اندلاع المعارك السبت في محيط سكنهم ويسكن في المعالي العشرات من طلاب الدراسات العليا وبعض طلاب البكالوريوس يتواجد منهم حالياً 45 طالباً في السكن الذي اشتعلت فيه المواجهات في محيطه وتسببت بإصابة المبنى بأضرار مختلفة وكان عدد من الناشطين قد هاجموا تهاون الحكومة في إجلاء اليمنيين من السودان في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة بإجلاء رعاياها إلا أن الحكومة اليمنية لم تحرك ساكناً